أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية وبتحب مفكركم ان اللي هتفوتوا الفقرة او يفوتوا البرنامج ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة وبدل العين رقم تلاتة باللغة الانجليزية او تتواصلوا معنا على تويتر نهارك سعيد تويتر دوت كوم او على الفيسبوك جروب بتاعنا نهارك سعيد من سنة بالضبط الى ثلاث ايام قامت صورة 25 يناير قابليها ما كانش حد يتخيل ان هيبقى في صورة في خلال السنة بالضبط الى ثلاث ايام لغاية النهاردة ناس ظهرت وناس اختفت وحصلت تطورات كثيرة جدا على الساحة يمكن مدان التحرير هو كان مركز الانتباه دائما في خلال السنة اللي فاتت في شوارع حوالين مدان التحرير ما كانش حد يارف اسمها بقين عارفين اسمها شرعي محمد محمود شرعي مجلس الوزراء عارفين اسمه لكن ما كناش نعرف ان فيه مجمع العلمي ما كناش نعرف حاجات كتير اوي فيه حاجات كتير اوي ظهرت في خلال السنة اللي فاتنا كناش نعرفها هيكون ضفنا اللي مشرفنا النهاردة المؤرخ احمد كمالي رئيس تحرير مجلة ايام مصرية هنتكلم معاه عن مدان التحرير والثورة وما قبلها الثورة صباح الخير يا سيد زحم صباح الله ايه اهم الاحداث اللي شاهدها مدان التحرير في التاريخ الحديث قبل 25 يناير بحية فيه مجموات مظاهرات مهمة وفيه احداث كتيرة يعني مثلا انا عايز اقولك انه لما بعد الاحترار البريطاني لمصر 1882 البريطانيين خدوا مكان مهم جدا هو حاليا يعني مش موجود داخل الميدان بقى مركز من مركز القيادة العسكرية البريطانية اللي هو عرفها في التاريخ باسم سكنات قصر نيل اللي هو مكانه حاليا جامعة الدول العربية والفندو اللي جنب منه كويس ده في عقب الاحتلال البريطاني المدافع ضربت في هذا المكان لعودة الخديوة توفيق اللي كان طبعا ملاجئ للاسكندرية اثناء الاحتلال البريطاني لمصر برضو في 1880 لانه كان ضد الثورة العربية والثورة العربية طبعا كده ضده يعني كويس فده دي من الاحداث تاني حاجة في حصة مظاهرات مهمة جدا في سنة 35 احنا كن مفروض ان احنا نعمل مفاوضات مع الانجليز الزعماء السياسيين كانوا متخزلين الطلبة عملوا مظاهرات هامة جدا لانها مظاهرات الطلبة في 35 واللي هي بالفعل عدت من هذا الميدان وطلبت من الناس من الزعماء السياسيين ان هم يتوحدوا وبالفعل توحدوا في وفد فوض الانجليز في 36 اللي عملنا معاهم معاهم معادة 36 وكذلك برضو في سنة 46 حصلت مظاهرات الياكة بالطالب بجلاء الانجليز عن مصر واللي في الحقيقة سيارات الجيش البريطاني دهست بعض المتظاهرين في حوادث تكاد تكون بتتطبق مع الحدث اللي موجود بس هو كل الفكرة ان دي قوات احتلال هي لدهست المتظاهر المصريين وليست قوات وطنية طيب هل كان هل اي مظاهرة من المظاهرات اللي عدت في تاريخ الحديث ظهر فيها لفظ المليونية يعني قبل كده هل من دين التحرير وصل فيه العدد اللي مليون او اكتر لانه لفظ المليونية ده برضو جديد احنا اول مرة نسمعه في حياتنا لكن ابتدى يبقى في السنة اللي فاتت لفظ يعني دارك بقينا بنسمعه كتير وبقينا بنشوف اعداد بنشوفها في التليفزيون يمكن ده كانش متوفر قبل كده بالشكل ده لكن بقينا بنشوف الاعداد بشكل برؤى العين ما شفناش قبل كده هل منها التحرير وصل للدرجة دي قبل كده في الحقيقة بس كان سعيدة المصريين بتاعهم دان الاسماعيلية في 1951 في مظاهرة مليونية قدر مصطفى النحاس بقاشة زعيم الامة وزعيم حزب الوافد في هذا التوقيت احنا بعد ما لغينا المواهدة في سنة 51 الانجليزي اعتدوا على مصريين في الاسماعيلية المصريين في كلهم عملوا حاجة اسمعه مفروض انها كان مصريا بتاعها المزارة صامتة اتلم المصريين كلهم الاهرام كان بيصف هذه المزارة بانه مفيش راجل ولا طفل ولا سيدة كانت في بيوتها اهالي القاهرة كلهم نزلوا وتلموا في هذا الميدان والشوارع المحيطة به للتعبير عن احتجاجهم على ما يحدث من الانجليز من فضاء انجليزية كانت حتى لسه ما تنامتش يعني هي كانت لسه في بدايتها في اعتار حركة يعني اللي هي بعد كده سميت في التاريخ بحركة الفدايين في القناة اللي هو المصريين عايزين يطردوا الانجليز والانجليز مصممين ان هما يستمروا على ارضنا اه حصلت المليونية دي وفي الحقيقة جي اللفظ ده في الصحف المصري بس احنا طبعا كنا في هذا التوقيت الشعب كله كان ضد الاحتلال فكان من الطبيعي ان الناس كلها تنزل في هذه يعني الاحداث لكن دي اول مرة تيجي ان احنا يعني نرصد هذا الامر في سنة 51 وده حتى كان وصفوا الاهرام ووصفته صحف اخرى واعتبروا ان دي مظاهرة مهمة جدا يعني وفي الحقيقة تأسس عليها بعد كده هو النظر اللي تكمل هائل من البشر الى ان انت بعد كده تعمل بقى اللي هي حركة الفدعين في القناة وتبعث متطوعين ويتطوع بالفعل الالاف وتطوع طلبة الجامعة يعني دي كانت وقود للحركة المهمة جدا في تاريخ مصر هي حركة الفدعين في القناة لستمرت مجموعة اشهر مجموعة من الاشخاص العادية جدا بضرابهم رجال من الجيش المصري كانوا بيحاولوا ومعاهم طبعا البوليس المصري كانوا بيحاول ان هم يقوموا بطارد الانجليز والتصدي للالة الحربية البريطانية الضخمة جدا اللي كانت ساعتها طالع من الحرب العالمية التانية يعني كانت الى ضخمة جدا واحدة طبعا ما كانش عندنا ولا حتى عشر ولا تمنع عشر هذه القوات طيب زي ما قلت في المقدمة فيه شوارع كتير اشتهرت بعد الثورة ويمكن غالبات الناس يعني من جزء كبير من عامة الناس بكانش يعرف اسماء الشوارع المحيطة بمدان التحالير هو كان بيمشي فيها بس ما بيركز قوي انه ده شارع كذا او شارع كذا انه بيروح النقطة اللي هو عايز يروحها من غير ما بيركز قوي اسماء الشوارع بعد الثورة بقين عارفين بقى انه فيه محمد محمود وفيه شارع شامبليون وفيه شارع طلعة حرب وشارع الاصر العيني الشوارع دي علي جدا الوعي بيها وارتفع جدا وبقت الناس عارفاها دلوقتي هل تقدر تكلمنا عن تاريخ هذه الشوارع لو تحب تتكلم عن تاريخ هذه الشوارع تبتدي بأني واحد او ممكن نقول ايه اهمهم والله هشوف هما كلهم يعني كلهم مهمين لكن انا هقولك ان احنا هنبدأ مثلا بميرت شارع ميرت ميرت ده فرنسي كان مفروض انه هو يعني مهتم جدا الحكومة الفرنسية بعتته في وقت من الوقات للحصول على التنقيب على الاصر المصرية وانه هو يطلع كنوز منها وياخدها يوديها فرنسا احنا في وقت من الوقات ما كانش عندنا الاهتمام الكافي بالاصر بتاعتنا بشكل او باخر في الحقيقة ميرت عمل ده بمجهود مهم جدا لكن بعد كده صورته حتى على الشاشة بعد كده هو ان هو ميرت ده طبعا صورته بالزيال العربي هو بعد كده ميرت مفروض انه هو عاد ميشي وبعد كده عاد لمصر مرة تانية للتحضير لانه ابن عم امبراطور فرنسا كان حيزه لمصر فجيه وكان في عهد سعيد باشا فهو اقترب جدا من سعيد لانهما بيحضروا لزيارة ابن عم الامبراطور بتاع فرنسا لكن هي في الحقيقة اهم حاجة انه ميرت جاله ولع بمصر وجات له حالة كده غريبة وهي فكرة الاهتمام بالاصر المصرية فسعيد او كان له فكرة انه هو يهتم بالاصر المصرية ومن بعد منه الخديو اسماعيل وهو بالفعل نجح انه هو يحافظ على الاصر المصرية محافظة حقيقية وابتدى يحاول انه هو بمساعدة الحكام انه هو يسن مجموعة من القوانين اللي تؤدي للحفاظ على الاصر اللي موجودة كويس واحنا بنمتنن له لهذا بشدة واسس اول متحف للاصر في مصر في 1863 اللي هو على ساح البولاء لكن هذا المتحف كان لديه مشكلة انه هو كان على ساح البولاء احنا كان عندنا ساعتها ما كانش بالطبع الساد العجف كان فيه فيضان النيل في الفيضان ده كان ساعات انه هو بيطلع فوق ويغرق بعض الاماكن كويس لكن احنا طبعا وامتننا ليه لما مات ضفن في حديقة المتحف ده كويس ولما ضفن في حديقة هذا المتحف لما اتعمل المتحف التاني بقى اللي هو المتحف الحديق اللي احنا عندنا في مدان التحرير اللي هو حاليا اللي هو في 1902 المتحف المصري نقلت رفاته وضفن في حديقة هذا المتحف تكريما ليه كويس وتسمى الشارع اللي هو الموازي المتحف يعني باسمه احنا حتى في العدد بتاعنا بتاعيان مصرية اللي احنا عاملينه عن شارع مدان التحرير عاملين كده منشط رئيس اللي هو حكاية الفرنسي المدفون في ميدان التحرير لانه ده يعني هو بالفعل لو انت شفته هتلاقيه هو مدفون جوه الميدان حقيقة كويس ده ده ميرت اللي احنا بنقول ان احنا لما بيحضنه طراب مصر زي ما كان بيقول الشاعر موبروك عليك الطراب يا نازل الطربة يعني احنا طراب مصر ده اللي احنا بيحضنه ده هو واغلى الشيء احنا نديه لشخص كان عايز يحافظ على اثار مصر تمام كويس طيب لو اتكلمنا مثلا عن شارع محمد محمود ناس كتير جدا متعرفش ان محمد محمود هو كان اول مصري يذهب الى جامعة اكسفورد حالك تقول لنا ايه عن شارع محمد محمود خصوصا انه من اهم الشوارع التي اريخت فيها الدماء المصري والله طبعا احنا هنقوله كده بس مختصر لان احنا في حياة كنا عاملين حلقة يعني موسعة يعني عن برضو اللي ما عرفش انه مش كل الناس تكون شافت حياة بص محمد محمود هو في الحقيقة كان صعيدي من ساحل سليم تعلم في في اوروبا كعادة كثير من ابناء الطبقة الراقية في هذا التوقيت رجع مصر تولى مجموعة مناصب شارك في الحركة السياسية المصرية مع سعد زغلول ونفيا معايا في النفيا سنة 19 ورجع مفروض ان هو كان متحالف معايا لكن هو انشقع على الوفد المصري على سعد زغلول واسس حزب اسمه حزب الاحرار الدستوريين هو في الحقيقة من عائلة سياسية عريقة ابو محمود بشا سليمان كان من كبار رجال الصعيد في مصر وكان مهتم بالحركة الوطنية المصرية وساهم كمان حتى في المجتمع المدني في اوالي القرن العشرين اسس مدرسة تعليم فني صناعي في صعيد مصر حتى كرومر وهو بيتكلم عن الحياة في مصر ده تقرير بيزر المعتمد البريطاني في مصر عن مصر سنويا بيبعثه لدولته يعني على اساس انه ايه الخطوات اللي هتاخدها في مصر في الفترة القادمة بناء على البيانات والاحصالات اللي هو بيديها فهو كان بيشيد بهذه المدرسة وفي الحقيقة في هذا التوقيت تكلفت ما يقرب من 16 الف جنيه في زمن انت بتكلم عليه يعني كانت الطلب بضب مليم يعني يعني انت بتكلم على رقم غير طبيعي هو محمد محمود في الحقيقة كان مع الحركة الوطنية بعد ما نشق عليها في الاحرار الدستوريين برضو كان فضل من حين لاخر يتحالفه مع الوافد لكن هو مع 1928 تولى منصب رئيس وزراء مصر في العادة رئيس وزراء مصر فهذا التوقيت كان بيجمع بين منصبين منصب رئيس وزراء ووزير الداخلية كويس لان احنا كنا دولة تحت الاحتلال فمطلوب ان انت القوة المدنية القوة اللي لديك كرئيس وزراء في هذا التوقيت الحقيقية الداخلية فكان بيفضل انه رئيس الوزراء يمتلك هذه القوة عشان يبقى مساوية القوة الاحتلال البريطاني اللي موجود كويس فهو في الحقيقة ميزيك 28 انقلب على كل القيود الوطنية وكل ما كان يدافع عنه فعمل جاهدا على تكميم الصحافة وعلى ان الموظفين ما يعملوش في العمل السياسي وما يتصلوش بالصحافة وحاول انه يمنع الطلبة من الشراك في الحياة السياسية وعطر البرلمان المصري لكن في الحياة في المقابل قام بمجموعة من العمال لخدمة العامة زي نوع عمل مساكل للعمال في منطقة السيدة الزينب كويس في عهده وقعت اهم حاجة في تاريخ مصر انا رأيي شخصي دلوقتي احنا بننظله نظرة مهمة جدا وهي فكرة انه هو عمل مذكرة المذكرة اللي هي بنية عليها اتفاقية الماية في 29 اللي هي ان انا قدي البريطانيا امتيازات معينة للنيل في السودان والمية في السودان لكن في المقابل يتحلي ان انا قرائب المنشآت اللي على النيل وهي الاتفاقية دي هايان هي دلوقتي اللي أنا ببني عليها المباحثات اللي ما بيني وما بين اسيوبيا وما بين دول حوض النيل لما بيعملوا اي منشآة بقول لهم لا دي مخالفة لاتفاقية 29 كويس ده ده في عهد واسم طيب لو اتنقلنا الشارع تاني من اهم الشوارع وطبعا ده تاريخه وعريخي ده ان شارع الاصر عيني وشارع مجلس الوزراء بما انه الاتنين تقريبا ملحوين في بعض اه بس هو شارع مجلس الوزراء يطل على الاصر عيني نفسه لكن الاصر عيني يطل على الميدان كويس في الحقيقة واحنا بنشتغل كم في لدينا مشكلة ايه الشارع اللي بيطل بالفعل على الميدان وإيه اللي ما بيطلش بالفعل على الميدان فتم استبعاد بعض الحديد اه اه احنا هنكلم عن شارع الاصر عيني و هو شارع الاصر عيني المصادر التاريخية فيه كلها تؤكد على فكرة انه ده يرجع للشهاب الدين العيني ده كان أحد أمراء دولة الممليك وكان في الحقيقة هو حفيد زوجة السلطان خوش قدم ده سلطة أحد سلطين الممليك فشهد في عهده يعني عز متميز جدا لكن هو في الحقيقة بعد وفاته تعب شوية هو كان لي يعني ما خادش نفس الوضع في عهد قريب السلطان كان لي بيت في المنطقة دي هيا في المنطقة المفروض أنه حنقول أنه قريبة من الأصر العيني المنطقة دي على أرض الواقع أنت عارف أن جزيرة الروضة كان فيها مئاس النيل وجزيرة الروضة كان فيها المية وكان فيها اللي هو صور مجرى العيون اللي هي المية بتطلع عن طريق السوائع عشان تطلع تمشي في المجرى ده وتوصل بها للقلعة وتوصل بها لأماكن تانية فأنا يعني ده كان منطقة مهمة جدا للمية والمتنزهات المانية اللي جزيرة الروضة طول الوقت فيها حضائق وأماكن للفسحة والناس تتنزه فيها بتاع فكان هو قريب منها فيعتبر أصر صحي يقدر أن هو ينزل فيه أمراء المبليك ويقدر فيه ينزل فيه الشخصيات الهمة كلهم على أرض الواقع ده دي رواية خاصة بالمسمة بتاع الأصر عيني فيه رواية أخرى بتقول طيب عشان بس إحنا فضلين بالضبط خمس دايق فأنا فيه نوتين مش عايز أعديهم تاريخ بدان التحرير نفسه بتعمل إمتال اللي ما يعرفش وبدان عبد المنع مرياض فلو هم مرتبطين بالأصر العيني فهاريت بقى نقولهم لا لا خالص هو التحرير ده هو كان طبعا اسمه بدان الإسماعيلية دي منطقة الإسماعيلية دي كلها منطقة أعيد تخطيطها هي عدة كيلومترات أعاد الخدوى إسماعيل تخطيطها وبالتالي سميت تاخدت من اسمه اللي هو اسم الإسماعيلية من الخدوى إسماعيل كواس أعيد تخطيط المنطقة دي تخطيط يعني إيه جيد وتعملت فيها العمارات الحديثة ومدت إليها مواسير المياه ومواسير الغاز وخبال حررتك وتعمل فيها متنزهات وقدر إنه هو الخدوى إسماعيل يعمل فيها شغل كويس جدا هو طبعا من قبل منه قليلا كان محمد علي مواسير الغاز على آمين في الحقيقة في مواسير الغازة كانت موجودة غاز للصباح يعني اللي هي بتعمل نارة كويس لا كويس في قبل الخدوى إسماعيل بحاجة بسيطة كان محمد علي بنى أصر لبنته اللي هو أصر النيل اللي إحنا مكانه حاليا جامعة الدول العربية اللي هو بعد كده الإنجليز خدوه المنطقة الإسماعيلية دي كلها أعيد تطويرها فيما بعد وأصبحت منطقة للصفوة المصريين فيما بعد كويس وتعمل فيها المتحف المصري في هذا المكان في الحقيقة الخدوى إسماعيل استعان بمهندس فرنسي لعادة تصميم لعمل تصميم الميدان ده على هيئة الميدين اللي كان بيشوفها في فرنسا كويس فهو ده ده المكان والمسميات بتاعته كان اسمه ميدان الإسماعيلية وفترة من فترة كان اسمه ميدان الكبري نسبة الكبري قص النيل وتعرف في فترة من فترة برضه باسم ميدان الخدوى إسماعيل كويس وامتى بقى أخد ميدان التحرير اتعرف به في يناير 53 في الاحتفال بستة أشهر على صورة يوليو تعمل استعراض ضخم خاص بالجيش المصري ومحمد ده جيب قطب في الناس وحضره مئات الألاف من الناس وبهذه المناسبة سموا الميدان ده هو في يناير 53 باسم ميدان التحرير كويس فهو رسميا في هذا التوقيت وعلى فكرة دي برضه من المشاكل الموجودة حتى على الإنترنت وغيره إنه يعني إيه إنه محدش بيأمه متخيقه هو بيرجعه التسمية دي الموقف قصي بساعة زغلوله بتاع ده مش حقيقي طيب آخر حاجة بقى طبعا الشهيد البطل عبد المنى عمرياض أكيد كلنا عارفينه بس أنا عايز أعرف إمتى تسمى ميدان عبد المنى عمرياض عقب الشهاده هو طبعا في 1969 استوشهد على حدودنا وهل كان الميدان قبل كده اسم تاني كان اسمه ميدان الشهداء هو كان استوشهد على حدودنا الشرقية كرئيس أركان الجيش المصري في اشتباك ما بينه وما بين العدو وقع عبد المنى عمرياض شهيد في الحقيقة في 1969 لما حصلت الواقع دي في أثناء حربة السنزاف عبد النصر نعال الأمة ومصر كلها شاركة مئات الألوف في جناسته وتكريما ليه بعتبره نوري رئيس أركان حرب لا مش قاعد في مكتبه لكن قاعد على الحدود تم تكريمه بأنه ميدان هذا الميدان أطلق عليه ميدان عمرياض وبعد كده اتعمله يعني تمثال كويس وأصبح ايه التمثال والميدان جزء من معالم الميدان المؤرخ أحمد كمالي رئيس تحرير مجلة أيام مصرية بجد أفتنا كتير جدا الكلام معك يعني ممتع جدا نتمنى نتقابل في أيام تانية كتير قادمة إن شاء الله مشاهدين دي كانت فقرتنا فقرتنا في نهارك سعيد لسه مستمرة بعد الفاصل تابعون